موجود مباراة النصر والفايحة أنا أشوف أنها نصراوية يعني ما هي مسألة تقدير ولا شيء النصر هو الأفضل عناصريا سواء من عنصر الأجنبي وحتى العنصر المحلي أي نعم هنا غيابات ذكرناه في الحلقة السابقة التي سبقت مباراة الذهاب النصر هو من يستطيع يعني تسهيل المباراة عليه أو تصعيم شهدنا النصر في الشرطة الأول رغم ضاعة الفرص لم يكن بنفس الشراسة التي كان عليها بداية الشرطة الثانية كان فيه رغبة واضحة من اللعبين للتسجيل إلا ما سنحت الفرصة الكريستيان وسجل هدف مباراة الغد أتوقع أنه شاهد النصر في مباراة الذهاب وكذلك الفايحة وموجود الفايحة غدد يعني ما عنده شيء يخسره خلاص قد تكون في وجهة نظر اللاعبين أو حتى مدرب الفريق إنها ممكن تكون هي آخر الفرص في المشاركة الأسيوية وقد لا تعود للفيحة مجددا المشاركة في بطول الأسيوية سيلعب اللعبين كل ما عنده مباراة يعني في مباراة الغد ما فيها يعني تعويض الخسارة بهدف زي الخسارة بأكثر فأتوقع أن الفايحة غدا سيختلف تماما عن مواجهة الدهاب سيلعب هجوميا سيلعب يعني كأنها مباراة للذكرى إنها قد تكون في وجهة نظر اللاعبين قد تكون الأخيرة لهم في المشاركة الأسيوية وقد لا تعود المشاركة خلال السنوات القادمة بسهولة في ظل النقل الكبير الذي يشهدها الدور السعودي والأندي السعودية توقع أن النصر الأقرب النصر الأجهز من جميع النواحي زي ما ذكرنا بوجود النصر هو من يسهل المباراة هو من يصعب عليه النصر في حال أنه استطاع تسجيل هدف مبكر قد يسهل بشكل كبير على اللعبين سيبعد الضغط على اللعبين على الجماهير اللعبين سيبعد مرتاحين أكبر وفي ظل وجود أسماع وعناصر قادرة على التسجيل في أي لحظة من أي فرصة قد تكون الغلة أكبر بكثير مما شاهدنا عليه النصر سواء في مباراة الفيحة أو مباراة الفتح شاهدنا عدد من الفرص اللي بيضيعها وذكرها كاسترو في المؤتمر أنه إشكالية النصر في الفترة هذه هي إضاعة الفرص المباراة ستكون مختلفة تماماً عن بارات الذهب قد تكون بشكل كبير مفتوحة لأنه زي ما ذكرت لن يكون هناك تعويض للفريق الفيحاوي نعم هو يعتمد بشكل كبير على التحولات من الدفاع للهجوب واستغلال أي فرصة لكن زي ما ذكرت بوجود أنها قد تكون مباراة ذكرة للعبين وأنها مشاركة أسيوية ووصولهم لهذا حتى والفيحة شاطر في مباراة خروج المغلوب واعل هي هي كده بوجود مباراة الغد ما فيها تعويض خلاص يعني هي سيقدم كل ما لديه في آخر مباراة يعني يراها البعض لا بس يعني التسليم بينه النصر حينهي المباراة هو فعلياً عناصرياً على الورق النصر أفضل ما فيها نقاش لكن هذا التسليم ما تشعر أنه مبالغ فيه وتقليل من إمكانيات الفيحة اللي ممكن يحدث مفاجأة الفيحة ليس فيحة السنوات الماضية هذه النقطة احنا نتفق عليها الفيحة الفريق اللي كان شرس خصوصاً من الناحية الدفاعية الفيحة مني شاهد اليوم في جدول ترتيب دوري روشن هو تقريباً الثالث أو الثاني في أكبر الفرق استقبالاً للأهداف هي ليست تخديرة وجود بشكل كبير لكن نحن نشاهد معطيات النصر والهلال هذا الموسم لا تخشي عليهم إلا من نفسهم الإمكانيات واضحة العناصر الموجودة كاسترو واضح في كل مباراة تحفيزه للعبين حتى والفريق يتقدم بهدافة نعم شاهدنا بعض الهفوات لكاسترو في الدوري أنه يكون متقدم ويسحب عدد من العناصر لكن في مباراة مثل مباراة آسيا وخروج المغلوب لا أتوقع أن النصر قد يسلم لهذه المعطيات أكد لك بوجود أن الفيحة ليس فيحة السنوات الماضية اللي ممكن كنا نراهن عليه فريق شرس وفريق قوي بشكل كبير في الناحية الدفاعية أنا وجهة نظري أني أرى أن النصر أقرب من جميع النواحي والنصر هو من يسهل المباراة عليه أو ممكن يصعبها شاهدنا ذلك حتى رغبة اللعبين في بداية الشرط الثاني في مباراة الذهب كانت واضحة أحسوا بصعوبة المواجهة أحسوا اللعبين أنه قد تفلت المباراة في أي لحظة من اللحظات لكن في كرة واحدة استطاع كريستيانو ينهي المباراة والفوارق فنية النصر حتى لو تأخر في التسجيل قادر من أي كرة بوجود أنهيها يعني أتمنى إن شاء الله بإذن الله تعالى أن تظهر بباراة الغد مباراة يعني تليق باسم الفريقين إن شاء الله نقول مبروك للي يتهل منهم